أنا من الناس اللي بتحب الراب من وقت ما ظهر حركة هب هاب فراب فمش عارف ايه الكلام ده كان في نص التمانينات يعني يعني بداية الراب يعني بالمناسبة أو بداية الهب هاب بشكل عام كانت في جيلي يعني سنة أظن 83-84 وكنا لسه عزو خيرين وبتاقوا حاجات زي كده وطلعنا على الموسيقى كان بطلوها الروح واحدة واحدة واحنا في مطلع التسعينات بدأنا نفهم بقى انه في موسيقى جديدة أصبحت شويتين موجودة عندنا في مصر اسمها الراب بقى وطبعا النجوم المهمين جدا وبعدين لو تفتكر اذا كنت انت من محبي النوع ده من الموسيقى كان فيه بقى الصراع ما بين السحل الشرقي والسحل الغربي الايست كوست والواست كوست ويجي حد زي ام انام هو عمليا مفترض انه يبقى ايست كوست بس هو بيغني زي بتوع الواست كوست كانت حدوتة وبطبيعة الحل الموسيقى بتتطور لحد ما ظهر نوع من الموسيقى بالنسبة لي غالبا هي دي يعني تداعيات الاجيال غريب او جديد او بالنسبة لي مش مفهوم او مش على زوئي حلوة وحش انا من انصار ما فيش حاجة اسمها موسيقى حلوة وموسيقى وحشة تبقى الموسيقى موسيقى الوان موسيقية دي ازواء انت وزوئك ويظهر في مصر شاب واعد مشهور او اصبح مشهورا اسمه وجز فوجز بدأ يظهر واحدة واحدة يبدأ نجمه ويسطع فيبقى واحد من المشاهير في المشهد الموسيقي المصري بل والعربي واصبح كمان ليه اسم معروف في نطاق المشهد الموسيقي في بعض دول العالم وانا يعني انا حب استخدم الامور بدقة في بعض دول العالم طيب بلدنا زيها زي بلاد كبيرة كتيرة كبيرة فيها حاجة اسمها الاتحادات احنا نعرفها عندنا باسم ايه النقابات طيب النقابة بتعمل ايه النقابة يا جماعة اي نقابة شغلتها تحافظ على ايه على حاجتين تحافظ على المهنة وعلى ابناء المهنة وتبزل الغالي والنفيس عشان الهدفين دول المهنة وابناء المهنة فلا يدخلها الدخلاء ولا يضر بالمهنة الجهلاء ماشي طيب تبدأ النقابات دايما تحط محددات انت كده فهمنا بقصد ايه طبعا تحط محددات للحفاظ على الهدفين دول المهنة وابناء المهنة انا طول عمري خلقتي كده احب الناس الاقوية اللي ما بيشتغلوش بالطريقة بتاعت يلا بينا نكسب التأييد والتصفيق الحر ولهذا السبب انا احب النقيب القوي جدا الواضح جدا فنانك كبير مصطفى كامل نقيب الموسيقية ازاي الصح ازايك يا أستاذ يوسف عمل يا أستاذ وحشني يا أستاذ والله العظيم وانت من ساعة ما كنا في المنصور ما شفتكش اشوفك تاني والنبي حبيبي يا رائد انا جاهز يلا يلا بينا ربنا يخليك رب الأمر الله سبحانه وتعالى انا بقول انا حب النقيب القوي اللي بيحافظ على الهدفين مهنة وابناءها في اختلاف على ده بالزمة حضرتك لما تطلع عن راجل زيك رجل قوي ورجل صاحب مبدأ وصاحب فكر وياصفني بهذا الوصف ده شرف كبير خالص خالص احنا لكلنا نتشرف بيك ده حقيقي